اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي توازل تميزها وتقدمها على كافة الصعود بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله وأشار سموه إلى المساعد الطيبة والمستمرة لأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليل عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الرامية إلى توطيد كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك للمضي بها نحو التقدم والتكامل المنشود جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله صاحب السموه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك في إطار المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 حيث أشار سموه إلى الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على مختلف الأصعدة في تعزيز مسارات الأمن والتنمية في المنطقة والدفع بجهود السلام فيها وخدمة القضايا العربية والإسلامية ولفت سموه إلى حرص مملكة البحرين المتواصل على تعزيز مسارات التعاون والتنسيق والشراكة البحرينية السعودية بما يسهم في فتح أفاق جديدة تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة وتعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشات القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سمو وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه من حرص ودعم بتنمية أوجه تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتوطيد التعاون والتنسيق الثنائي على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر